أردنا أن نعلق عليه لأنه يهم الأمة الإسلامية وهذا الموضوع جاء في صحيفة الصيحة وهو إصدار أميس يوم الجمعة وهو تاريخ كم مبارح؟ تسعة حداجر تسعة اطماشر 2016 تاريخ مبارح صحيفة الصيحة وهذه الصحيفة أنا رسلها لي رسل لي الموضوع ذاته في التلفون ولضيق الزمن ما يتمكننا أن نحضر هذه الصحيفة لكن موثق ورسل لي في الجهاز الموضوع بعنوان رسالة دكتوراء للسفير الإيطالي عن دور التصوف في مكافحة التطرف ياريت أخونا يقرب الصورة على الكاميرا عشان الناس يشوفوا ما يقولوا الكلام ذا جبنا من عندنا ودي الصورة الواضحة دي صورة السفير الإيطالي ومعه مرشد الطريقة السمانية طيب قال رسالة دكتوراء للسفير الإيطالي عن دور التصوف في مكافحة التطرف نقرى الموضوع ونعلق عليه طيب قال كشف السفير الإيطالي فابريسو لوبايسو ده اسمه كذا أنه شرع في إعداد رسالة دكتوراء عن دور التصوف في مكافحة التطرف وذلك لدى زيارته ووفد السفارة خيمة الطريقة السمانية الطيبية الغريبية الحسنية بساحة المولد بمدرمان ولقائه المرشد العام للطريقة السمانية فضيلة الدكتور الشيخ محمد الشيخ حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله حيث أن للتصوف لكلام السفير حيث أن للتصوف وسائل ناجعة وتجارب عملية ناجحة تجعله أفضل المناهج يعني التصوف أفضل المناهج لمكافحة الإرهاب والتطرف فكريا في العالم وطفى السفير في زيارته بعد حضوره الأذكار والأوراد السفير بعد ما حضر الأذكار بتاعت السمانية وأوراد السمانية بعد ذلك طف حول حول الخيم بتاعت الطرق وكذلك جانباً من محاضرة الدكتور صلاح الدين الخنجر يعني حضر جانب من محاضرة الدكتور صلاح الدين الخنجر طاف على أقسام المركز الصحي الذي تقيمه حملة البروفيسير الشيخ حسن وهو الفاتح قريب الله الصحية المجانية وأبدأ السفير إعجابه بالتجربة الصحية المجانية وأشاد بالمبادرة الإنسانية المنفردة التي توفر كل هذه الخدمات الصحية مجاناً للمواطنين ده الكلام أجابه في الجريدة طيب تعليقنا على هذا الكلام في نقطة أو نقطتين سريعات جداً أولاً نسأل سؤال ما هي العلاقة التي تربط بين السفير الإيطالي وهو يمثل الإيطاليا والطريقة السمانية وهي من أكبر الطرق الصوفية في السودان العلاقة أجنه البتربط بين السفير الإيطالي وبين الطريقة السمانية وقبل ما أوريك العلاقة بينات إن تلاحظتوا يا أخوانا في الفترة الفاتت لجوء الصوفية إلى الكفر والنصارى واليهود من الأمريكان والألمان وغيرهم قبل فترة مجموعة من المشايخ سافروا لغايد البيت اللبيض في أمريكا وقبله بفترة زار السفير الأمريكي كانزر من شيخ الأمين هناك في بيت المال وكذلك وفد ألماني جاء لزيارة الطريقة البرهانية في السوق الشعبي وغير من الوفود يا أخوانا من الكفر من النصارى واليهود الذين يزورون الصوفية بل ويقدمون دعوات للصوفية تلقى الصوفية يسافروا يمشوا لهم برهاناك فما هي العلاقة بينهم أول حاجة يا أخوانا العلاقة بين الصوفية وهؤلاء الناس علاقة الدين وليس علاقة الدنيا فقط العلاقة بتربط بينات علاقة الدين لأن هذا السفير الإيطالي زار النازل في احتفال هم يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أنه الاحتفال بتاع المولد وهذا احتفال باطل ما فعله الرسول صلى الله سلم ولو كان حقا ولو كان التصوف حقا لما زارهم السفير الإيطالي ولا السفير الألماني ولا المبعوث الأمريكي ولا غير فزيارة هؤلاء الناس للصوفية ده أكبر دليل إن التصوف ليس على حق له لأن ربنا قال في القرآن عن اليهود والنصارى في سورة البقرة مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو تتبع ملتهم وحتى هنا للغاية يعني لو ما اتبعت ملتهم أصلا مستهيل يرضو عنك ده كلام مني أخوان كلام الله في القرآن لا يمكن النصارى الكفر واليهود الكفر يرضو عن المسلمين ويرضو عن الإسلام إلا أن يتبع هؤلاء الناس ملتهم وهذا نص القرآن الكريم إذن زيارة هذا السفير لصوفية فيه دلالة واضحة أن هذا السفير راض تماما عن دين التصوف والكلام ذا قالوا وأشهد بدور التصوف بل ذهب وحضر الأذكار والأوراد بل حتى مشى في مكان الاحتفال بالمولد علاقة rire السفير الإطالي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام علاقة ما لن علاقة مع بعض هل هذا السفير الإطالي يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يأصو فيه أكتما عندكم عقول تجيب زول وقف معه في الصورة وماسكو يسلم عليه زول يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام بل يقول اتخذ الرحمن ولا داء انته قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا داليا هم صوفية ما قرأته القرآن ما قلت بتحافظ القرآن السفير دا ما يهو اللي يقول الله عنده ولد وما يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ما يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فكيف زول زيدة تجيبه في احتفال المولد النبو الشريف كيف هل هذا يستقيم عقلا انتم بتلعبوا علينا ولا شنو أصو فيها تلعبوا عنها وقولنا كيف زول زيدة تجيبه في احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وقال كمان طاف في حلقة الذكر ياتوا ذكر هو ما مسلم ذكر شلول بينفعه زوال ما مسلم يا ناس ما بينفعوا أي عمل إلا يدخل في الإسلام ولا ما كذا زوال ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مش لو تفتبه في الذكر لو نطط اليوم كله يذكر في الله ما مقبول منه ما مقبول إلا يؤمن بالله تبارك وتعالى قال طاف حلقة الذكر والجماعة سايقين نولفين به كلهم مجانين مجانين كلهم كيف زوال زيداء زوال كافر ما مسلم تطبيعوا حلقات الذكر لكن ده كله فيه إشارة إنه دين التصوف ودين السفير الإيطالي الفرق بيناتهم ما كتير ما كتير دين عندهم تندهى الشيخ ودين عندهم تندهى عيسى الاثنين واحد في النهاية ما بتفقوا إنك تندهى الله دي ما بتفقوا فيها بعدين قال داريني حاربوا التطرف وقال التصوف أكتر منهج حارب التطرف أي تطرف وأي إرهاب حاربه التصوف ياتوا إرهاب ياتوا تطرف لكن بيسموا الدعاة الذين يأمرون الناس أن يتركوا عبادة الشيخ ويعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له دين هم اللي بيسموهم ليك شنو متطرفين ودين إرهابيين دين ما متطرفين دين دعاة إلى الحق يدعو الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له لكن الكلام دا ما بيعجب الصوفية ولا بيعجب السفير الإيطالي كما قال أسلافهم قديما قالوا أجيئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا دين ما أسلاف الجماعة دين أجدادنا القدام وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وساحر وكذب ومجنون وغيرها من الأوصاف ليه لأنه قال لهم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى الآية دي تفرتق السفير وتفرتق الطريقة السمانية كلها حرفته سفير الإيطالي كلها طريقة السمانية تتفرتق بهذه الآية بعدين كدد ديني جيب الكتاب بتاع السمانية نشوف ذاته شوى الأورات حقته القالوا السفير بيلف معهم شان تشوف الشغلة كلها شغلة بتاعت لغبة دي ده كتاب باعث النهضة الروحية في العالم الإسلامي تاليف الدكتور حسن الشيخ الفاتح قريب الله ده سيد الشغل ذاته النجر الشغلة ده شيخ ناسا لذيرك وشيخ ناسا الخنجر وشيخ السفير الإيطالي ذاته كلهم ياهو ده شيخ حسن الفاتح قريب الله مدير جامعة ومدرمان الإسلامية سابقا وديس ورطو ندخل جوا في الكتاب الصفعة 304 ماذا قال قال حسن الفاتح قريب الله كيفية الذكر الذي يحصل به الطيران في الهواء إن دار تطير قال لك عندك ذكر معين تطير به نسوي شنو قال يجلس المريد متربعا تقعد متربع كذا متطهرا أيوة مستقبلا القبلة ويجعل رجله اليمنى على فخذه اليسرى شوه شغل ذا كيف على فخذه اليسرى ورجله اليسرى على فخذه اليمنى يعني مربط تكون مربط تمام ويتوجع إلى السماء يرفع رأسه فوق إلى السماء يقول وهي هي 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 ألف مرة كل يوم تخيل معي دابا روفيسير النجرة الطريقة السمانية إن دار تطير في الهواء قال لك تكون قاعد كده تقول هي هي ها هي ألف مرة تطير طوال تبقى الخطوط الجوية السمانية يا ناس بروف يا بروف دار تلهب علينا إي ته قال طوالي ويلازم على ذلك مع صدق والتوجه إلى الله حتى يحصل المطلوب لما تطير تكون قاعد كده ألف مرة هي ها هي ها هي ها هي ها هي ها تكون ماسكة الويرت ألف مرة إن فكت منك في 695 ما بتطير إلا ترجع من الأول الثاني يا سوفياتو بتلعب علينا ولا شنو دا ضيع زمن يا ناس دا شيخ الطريقة السمانية الجاومة السفيرة الإيطالي وقال دار يعمل رسالة دكتورة رسالة دكتورة في جنوية سفيريا لوباسو ولا قاشر لوباسو ولا ما لوباسو قال دار يعمل رسالة دكتورة في هذا الأمر قال طيب قال كيفية الذكر الذي يحصل به الكشف عن العرش لو دار تكشف عن العرش فوق عرش الرحمن قال لك برضو عندك ذكر معين تقول يا تقعد قعدة معينة تقول يا من استوى وتضرب على القلب تدق قلبك شديد تقول عن العرش كل ما تقول يا من استوى مع قولك على العرش تدي لنفسك ضربه في القلب ويلازم على ذلك حتى يحصل المطلوب لما انتعين فوق في العرش ياخد كفر وضلال نسأل الله العافية الدكتاني نموذج ده شيخ حسن الفاتح قريب الله قال من كرامات سيد السمان خروي سيدنا عثمان له من قبره وتعليمه له كما رأى ذلك عياناً واليده قال عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بيطلع من القبر عديل عشان يعلم السمان اللي هو شيخ الطريقة السمانية ده كلام يخش الرس هذا كلام باطل يقول لك داريني حاربوا التطرف والإرهاب وين التطرف والإرهاب ها؟ الدارين تحاربوا يا صوفية التصوف دين الكفر والضلال والكلام داني حم نثبته بالكتب من خلال ما كتبه لسه إن دار بجيب ليك زاهير الرياض أسي عبدالمحمود نور الدائم إن دار بجيب ليك البرعي بكل كتبه كشيخ من شيخ الطريقة السمانية فتعرفوا يا أخوانا في النهاية ملخص الكلام تعرفوا إنه إيطاليا وأمريكيا وروسيا وغيرها من دول الكفر ما عندهم مشكلة مع الصوفية أصلا لأن الفريق بينهم ما كتير أصلا فريق بينهم ما كتير مشكلتهم مع الدين الحق شفت الدين الحق ما بيدوره زي ما الله ذكر في القرآن وزي ما أنا ذكر تلقي بال شفت الدين الحق اللي يأمر الناس بالتوحيد ويأمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وينهى الناس عن الشرك وينهى الناس عن البدع دي ما بيدورها كلهم السوبياتات ما بيدوروا هذا الكلام إذن هذه الزيارة فاشلة لأن ما بني على باطل فهو باطل هذا تعليق بسيط جدا على هذه الزيارة جزاكم الله خير وأقدم أخونا مازي